اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتابع عن كثب مشاهد احتشادكم امام لجان الاقتراع ولم يكن احتشادكم بهذه الصورة الوطنية المبهرة من اجل اختيار شخص يرأس الدولة بل كان احتشادا لتجديد العهد على مسار وطني انحاز ابنائه له وقرروا الاستمرار في خوض معركتي البقاء والبناء ابناء مصر الكرام ان فخر واعتزاز بكم مسألة راسخة في يقيني وثقة في عبقرية الامة المصرية لا تحتمل الشك او التأويل وعلى الدوام كانت اختيارات الوطنية المنحازة لارادة المصري نابعة من هذه الثقة ومن يقيني باننا امة عظيمة تستشعر الصدق وتصدقه بمقدار ما تستشعر كذب من يتاجر باحلامها ومستقبلها وتثور عليه واقول لكم بكل الصدق والتجرد ان كل التحديات التي واجهناها وكل المشكلات التي اقتحمناها وكل الازمات التي عبرناها كان السر في تحقيق الانتصار عليها هو الرهان الصادق على عبقرية هذا الشعب وثراء خلفيته الحضارية والثقافية وتاريخه الممتد بامتداد الحضارة ذاتها ولم يخبرهاني على المصريين يوما ولم يخذلني اخلاصهم وحماسهم وتجردهم واستنهضنا سويا قدرات الامة بكل مكوناتها وعمدتها وها هو الوطن العظيم يرسم لنا وبنا لوحة وطنية رائعة مرة اخرى لوحة لم يثثني منها احد وكان مشهد الاستفاف الوطني لكل اطياف النسيج المصري مبهرا وباعثا على الامل فها هي الاسرة المصرية تتقدم بثبات وطمأنينة شبابا مفعما بالحماس والامل وشيوخا يؤدون حق الوطن وعمالا يصنعون المجد وفلاحين يزرعون الحلم وتقدمتهم المرأة المصرية صوت الضمير وايقونة التحدي رمز التضحية والصلابة في مواجهة التحديات مما رسخ لدي اليقين بانها هي اعظم جملة مصرية في سجل الشرف الوطني وقد كان هذا الاستفاف الوطني دليلا دامغا على قوة ومتانة البناء المصري وصلابته في مواجهة من ارادوا هدمه وازدنت تلك اللوحة الوطنية بابطال مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين عقدوا العزم على توفير اقصى درجات التأمين والسلامة لجموع الشعب المصري وحمايتهم وهم يعبرون عن ارادتهم وتحت اشراف قضائي كامل من قضاة مصر الأجلاء الذين عبروا عن الشفافية والتجرد بكل صدق واخلاص شعب مصر العظيم ليس لدي ما اقوله لكم سواء اتوجه اليكم جميعا بالتحية والتقدير والاحترام على ما بزلتموه وتبزلونه من اجل مصر ذلك الوطن العزيز واعيدكم وعد الصدق المبين بان اظل على عهدي معكم مخلصا في عملي غير مدخر لجهد من اجل رفعة وطننا العظيم وساعيا لبناء مؤسسته بكل ما اوتيت من قوة وعزيمة وباحثا عن مكانته بين الأمم عاقدا العزم على تحقيق التنمية والاستقرار وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه واعيدكم من اعمل لكل المصريين دون تمييز من اي نوع فالذي جدد الثقة بي واعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك فمصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب من أجلجيات محددة أو مصالح ضيقة ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وبهذه المناسبة العظيمة أتوجه بالشكر والتقدير للسيد موسى مصطفى موسى والذي قاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة دللت على ما يتمتع به من حس وطني عال وأداء سياسي راق السيدات والسادة إن هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نعمل من أجله فنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل ونكتب له تفسير حلمه ونرسم له طريقا للغد يعبر به نحو ما يستحقه ويليق بتضحيات أبنائه إن مصر لن يبنيها أو يحميها سوى أبنائها هذه نبوءة التاريخ التي ستحققها الجموع من أبناء أمتنا مرددين في كل وقت وحين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة